اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي وليه يا رب يكون مغناطيس للحاجات الغريبة وليه دايماً قدري مع الحاجات الغريبة والعجيبة اغنية حقيقي يعني ما روحتش في حتة غير ولاقيها الناس مش هغاليها ده خلاني افكر وافكر يعني كل الناس مش هيرى الاغنية وكل الناس بتغني اغنية اختياراتي مدمرة حياتي يعني كلنا اختياراتنا غلط والنبي ده معقول يعني الناس كلها حاسة ان هي اختياراتها غلط وانا فيها مغناطيس بيجذب الحاجات الغريبة والعجيبة ده احمد سعد اللي بيقول مش انا عشان كده الاغنية دي كانت بزرة الفكرة ان فعلاً ناس كتير جداً وممكن نكون احنا منهم اختياراتنا غريبة اختياراتنا غلط اختياراتنا في الحياة ممكن تدمر حياتنا فعلاً لان كل الحياة بتبني على اختيار يعني انا حياتي كلها ممكن تبني على ان انا اختار صح الراجل اللي انا هتجوزه ماهو لو انا اخترت الراجل صح محترم فاهم يعني ايه مسئولية بيرعيني بيرعي ربنا فيها الحاجات كلها الحلوة اللي احنا دايما بنقول عليها في البرامل لو انا اخترت صح اكيد حياتي بعد كده هتبقى صح وهيحبني ويحتويني ويحترمني ويربي ولاده صح يعني كل حاجة هتبقى صح اختيار صح حياة صح اختيار غلط عذاب بقى عذاب بقى طول الوقت وطول السنين وشكاوي وبوستات ومرار طافح طيب فيه ناس بقى تعالوا بقى نتكلم بقى بجد شوية حي فيه ناس طبيعتها ما بتعرفش تختار يعني فيه ناس طبيعتها ما عرفش حال من هو هي صغيرة كان دايما مثلا الأم مربيها أو أم ربيها ان هي دايما هي اللي تختار لها اللبس تختار لها صحابها تختار لها اللعبة حتى الرياضة اللي هي بتلعبها تختار لبنك لا انت هتلعب كورة ممكن يكونش عايز يلعب كورة لا أنا شايف ان انت هتلعب كورة فيدخل الولد يلعب كورة غزبا عنه ييجي يكبر شوي لا انت هتدخل كل الطب طب أنا مش عايز كل الطب لا لا انا عايزك دكتور أحيانا الحتة دي بتخلي الشاب ده أو البنت دي عنده هزة ما فيش السقة الفضيعة اللي هو يحس انه بيختار بقلب بيختار وهو واثق في اختياراته لان خلاص هو تعود ان في حد بيختار له الاب بيختار الام بتختار دي جزئية انا مش بنقول ان ده السبب في بقى ناس مغناطيس للناس الغلط وعادي جدا ممكن نبقى منهم مغناطيس للناس الغلط يعني تلاقي مثلا ايه بنات تقولك ايه هو انا ليه دايما اختياراتي غريبة كده ليه دايما فيها مغناطيس بتشد الناس العجيبة المريبة برضو علماء النفس كانوا قالوا ان طول ما في حاجة انت رفضها يعني مثلا تلاقي مثلا البنت تجرحت كذا مر وتخانت كذا مر فتيجي في اختياراتها تقولك بس اول ما تقعد معها تقوله انا بحبش راجل خايم اه انا تواجع قلبي قبل كده فبيقولوا ان الرفض شيء ان انا رفض حاجة بقوة بتجيلي بقوة طب وبعد ايه طب انا رفضاها فاكيد انا هقوله انا مش هتعامل مع راجل خايم ومدخلش حياتي لأ المفروض ان احنا نسيب نفسنا خالص ريلاكس للحياة بس انا اختار بشكل عارف اللي هو ايه تضحك على نفسك عارفين اللي هو ايه انا اضحك على نفسي لان انا طول ما انا جوايا ان انا مش عايز اختار الراجل الكداب الراجل الملاو الراجل خايم دايما اختياراتي بقى اللي بتبقى قدامي هم هم الصنف ده هو النوع ده ليه لان انا مركزة في حطا قدام عيني فطول الوقت اه انت ايه خاين او عكون خاين ايه ده او عكون كدام انا بكره راجل كدام فطول ما انا حطا قدام عيني ده علماء النفس بتقول كده طول ما بيجي لي نفس الاختيارات فيه ناس بقى عندها كيف اللي هو ايه تشوف الحاجة الغريبة وتجري عليها تشوف الحاجة الصعبة المريضة فيه ناس كده مريضة نفسية السايكو النرجيسي التاكسيك اه لازم يبقى فيه مرض عادي فيه بنات تحب كده وفيه برضو بولاة تحب لازم بصوا يعني يعني كانت شفت مرة بوست كده اه على الفيسبوك كانت واحدة طالت تقولك ايه ما هانا اختياراتي عجيب يا إلا أصغر مني يا إلا من ديانة مش ديانتي يا إلا مسجل خطر يا إلا لسه خارج بالسجن يا إلا معرفش ايه يا إلا مامته رفضاني يا إلا بيدرب مخدرات فهي بتقولها وبتضحك تقول اختياراتي كلها عجيبة ففعلا احنا بقى الحلقة دي هنتكلم فيها عن الاختيارات اللي ممكن تدمر حياتنا لأنها فعلا هي أغنية وحلوة لكن في نفس الوقت لمست ناس كتير قوي الناس كلها بتغنيها بقلب وبحرقة ده معناه إن الاختيارات الغلط كترت كتير جدا هنتكلم أكتر عن الاختيارات الغلط وإزاي بنختار غلط وإيه اللي بيخلينا نروح للحاجات الغلط اللي هي مش شبهنا مش حياتنا اللي هي تتعبنا وتدمر حياتنا وإزاي يختار صح هكون معانا ضيفتنا اللي هتنورنا في الستوديو الأستاذة كريمان ماهر اللايف كوتش بس قبل ما نروح لللايف كوتش وإزاي نختار وصح ولا غلط هكون معانا على زوم الدكتورة عائشة حسن مستشارة سلوكية وتربوية دكتورة عائشة زي حضرتك أنا عارفة أن دايما اللي اسمه عائشة يقرأ جدا اللي يقوله يا عائشة صح معلش هي جات كده مصبوط أستاذة عائشة بنورانا على زوم كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة خلينا الأول قبل ما نروح وإحنا كبار ننزل وإحنا صغيرين يعني إزاي يعلم ولادي إنهم يختاروا لأن على فكرة الموضوع مسهل الموضوع صعب يبان سهل بس هوم سهل جدا أن التربية زي ما بيقولوا كده هي مش سهلة بس مستهلة إحنا عندنا طفل من أول سنتين تقريبا بيبتدي يكون الشخصية بتاعته بيكونه عن طريق إيه؟ العند اللي كل الأممات دلوقتي بتشتكي بها من أول سن سنتين لحد سن خمس سن فبيقولوا لي كده إيه بني عنيد طب عشان يتعاملوا مع العند ده بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يكسروا العند في الطفل فبيحاولوا إنهم يمشوا كلامهم عليه لأن ده السن اللي احنا بنقول عليه المرحلة الأولى اللي هي في حياة الطفل تربية الأم هي اللي بتكون مسيطرة والأب بعد كده الطفولة المتأخرة برضو الأم بتكون مسيطرة والأب بعد كده بتدخل مرحلة المراهبة الطفل بقى عايز يبقى شاب أو يبقى راجل ويبحث عن الهوية فبيبقى الشخص اللي هو عايز يكون فبيرني كل كلام الأم والأب في الوقت ده لو الكلام ما كانش عاكمه وبيعمل كل اللي هو عايز حصل طب إحنا بنعمل إيه بقى عشان نكسر العند في الطفل فإحنا بنقررنا وبنمشي كلامنا عليه وما بيعجبناش كل أفكار فبالتالي العند هنا بدل ما كان مكون أساسي لبناء شخصية الطفل بيبتدي يبقى سلوك غير سوي في الطفل فالطفل يكمل به على أساس إنه هو كمان عايز يزبط شخصيته فبيكون هنا بقى العراق ما بين الأب والأم وما بين أولاد هي تحاول تكسر العند وهو يحاول يبني شخصية فيتحول لسوق سلوك وبالتالي حتى الحاجة اللي في مصلحته هيبتدي يرفضها لأنه هو تعلم إنه هو يحاول إنه هو يعمل حاجة عكس ما الأم والأب هم اللي فاردوا عنه طيب طب المفروض نعمل عايشة أنا عايز أقولك برضو على حاجة يعني يعني يمكن أنا شفتها في بنتي وهي صغيرة يعني لما كان بتقعد تعيط كتير وعايزة مصممة على حاجة حتى كان الدكتور الأطفال الخاص بيها كان يقولي إيه إجنور تجهليها فبقوله إزاي طيب ما بتقعد تعيط بحرقة يقولي لا لا هي بتجربك تست كده طيب إذا كانت دا كاترة كان يقولك ما تلبلوش رغباته فدي رقم واحد خلاص دا هما صغيرين طيب رقم بقى لما بيبقوا في سن المراقة أنا شايفة كإيمان إن إحنا بقلنا كم سنة كده متولين فكرة صاحب ابنك خلاص وصاحبي بنتك بس إحنا أفورت مننا لأنه بتدى يصاحب ابنه فبتدى يخرج معاه ويصهر معاه ويسافر معاه مع صحباته معرفش إيه وإيه وإيه فبقت الصحبية ما بقتش الصحبية الحلوة البناءة المشروعة لا أنا ممكن أسيب ابني يدخن قصادي عشان أنا مصاحبه فده برضو غلط فبيبتدي الإبن يعني ابنه ما يحسش إن فيه أب وفيه فيه رولز في الحياة وفيه غلط وفيه عيب فأنا شايفة إن إحنا اتزنانا فترة كده في تربية صريمة جدا وبعد كده أول ما قال لك صاحبه أولادكو خدناها بطريقة open minded زيادة فبقنا مصاحبينهم بزيادة فحي جدا يعني كألت كل الكلام الصح لأن إحنا مجتمع للأسف مجتمع الإكستريمز منروح للإكستريمز بتاعت العلاقة وعلشان أنا مدربة تربية إيجابية فإحنا دايما بنعود أقول للأمهات لما بقول تربية إيجابية بيفتكروا تربية إيجابية دي معناها أن أنا طبطب وادلع وهي دي مشكلة كبيرة جدا لأن إحنا دايما في التربية بنقول الطفل اللي هو التربية الشديدة القصوى زيها بالضبط زي التربية شديدة الدلال الاتنين دول بيخلقوا طفل غير سوي وفي نفس الوقت تربيته مش سريعة عشان كده دايما الوسط حلوة قوية الوسطية طب إيه الغلطات اللي بنوعها فيها يا عائشة كأم أو كأب وبنخلي أولادنا بجد ما بيعفوش يختاره يعني أنت ممكن تشوفي بنت في الجامعة جامعة خلاص المفروض أن هي خلاص يعني خلاص الجامعة أو في مرحلة الجامعة تلاقيها مثلا بيتقدم لها عريس أو مرتبطة بشاب لسه بتحب يعني وبتتحب فتيجي دايما عندها هزة من جوه يعني دايما حاسة أن اختيارها مس صح طب هو كويس ومش كويس طب أنا هكمل ولا هتطلق طب يعني ليه دايما عندهم حتة اللي هو أنا حاسة أنا مش مختار صح يا إلا يقعوا في مصيبة يعني تختار أسوأ شخصية في الوجود وتتمسك بيه وتتشبس يعني يا تختار غلط وتصمم يعني يبقى معها حد كويس ومش حاسة أنه كويس برضو مهزوزة ده بقى نرجع بالأول بقى الأول للطفل ومنه هو صغير وبنقول جيل نيلسون هنا اللي هي عملت التربية الإيجابية أو أساسة التربية الإيجابية بتقولك الأخطاء فرص جميلة للتعلم هل إحنا بنسيب ولادنا إن هم يغلطوا وصحاها وأخطاءهم هل إحنا بنديهم الأختيارات إن هم صغيرين ومنخليهم يتحملوا نتيجة أختياراتهم هل إحنا بنعمل حاجة اسمها العواقب الطبيعية والعواقب المنطقية لما هم بيغلطوا وبيترتب عليه حاجات مش كويسة هل بنسيبهم يتحملوها ولا إحنا قلبنا طيب زيادة عن اللزوم وما بتحبش ولادنا يتعرضوا لأي مشكلة ولو يتعرضوا المشكلة واختاروا عملوا مشاكل أو اختاروا كل سلوكيات غير سليمة بنجري بسرعة عشان نلحقهم وبالتالي هم لا يتعلموا من أخطاءهم هو ده هي بذرة الموضوع ده كله أنا من المفروض من وجه ابني صغير أدي له حق الاختيار وأبني ثقته بنفسه مش بس أدي له حق الاختيار بدون تربية لأن أنا النهاردة لو ديت حق الاختيار مع طفلي مش متربي وما عندوش المكونات المعرفية لاتخاذ القرار وبالتالي هيتخذ القرارات خاطئة لكن أنا المفروض أن أنا دايما أبني شخصية ابني عن طريق أن أنا أعلمه كويس أشوف السلوكيات بتاعته غير سليمة وأقومها أحاول أن أنا أزود السكيلز بتاعته وخليه منفتح على العالم الخارجي بدون ضغوط بس في نفس الوقت أرأب مرأبة غير مباشرة مش المرأبة المباشرة إلا أنا طول النهار ببص في موبايله وبقرر له وبقول له انت غلط لكن أفضل دايما من بره ببص على البيك بيكتر وبعد كده لو لقيت أي سلوك مش عجبني ببتدي تدخل وبتدخل بطرق معينة مش التدخل اللي هو عن طريق الإهانة والنقد والرفض والانتقاد والأوامر لا عن طريق الحوار وعلشان كده من مبادئ التربية الإيجابية عندنا حاجة اسمها connection before correction يعني إيه connection before correction هل أنت بنيت علاقة بالضبط لازم تبني علاقة سليمة مع ولادك قبل تصحيح أخطاء لازم تحط في البنك قبل ما تسحق أنت النهار دا لو أنت من وهم صغيرين بنيت العلاقة السليمة دي هتبتدي بعد كده تقدر أن أنت تتكلم معي لكن لما تكون علاقتك علاقة غير سليمة مع ولادك هتتحول للمواضيع كلها لزي ما احنا كل الأمهات بتشتكي قرارات وانتقادات وأوامر وعلاقتي بات سيئة مع ولادي ما حدش بيسمعني لأن أنت غلطي منذ البناء دكتورة عائشة حسن مستشارة سلوكية وتربوية مرسي جدا يا سازة عائشة بجد نورتينا فيه حكا أنا نعم تحت عمري برسي جدا مرسي يا فن طبعا يعني إحنا بنسمعك كلام كلام هايل وفي أم وأب بجد شطار بيعرفوا يطبقوه لكن الأغلبية بيبقوا تايهين في الحياة تايهين أدلع قوي فما يحترمونيش أشد قوي فيتفاشوا مني فهي بصراحة هي الحياة صعبة والتربية دلوقتي مع السوشيال ميديا ومع كل اللي احنا بيشوفه بقت أصعب وأصعب وأصعب فأنتي كأم وأنتي بتتفرجي عليها أوقع تفتكر إن أنت فشلة في التربية أوقع تفتكر إن أنت شوية عندك شوية مشاكل مع أولادك فالله أنا مش عارف أتحكم فيهم أنت بطلة اللي بتخلف وبتربي وبتشوفي الويل إن هي تنزل لدماغ بنتها وتروح لرجولة ابنها وصحاب ابنها وصحاب بنتها وابنها اللي خايفة يجري لمخدرات فمحتوياه وبتجري وراه وبيترقبه وبتشوف صحابه مين لا دي مسئولية جبارة وأي أم عندها أولاد أنا بديها تعظيم سلام أنت بطلة أنت بطلة أنت شايلة مسئولية لا يستهان بيها بتغلطي شوية كلنا غلطنا وكلنا بنغلط في التربية في الأولاد أصحنا إحنا لا دا كترة ولا ملايكة ولا عارفين حاجة إحنا ربينا زي أهلينا بالفطرة يعني شوية حب شوية شد شوية عقاب فيعني اللي أنت بتعمليه برافو بس إحنا بنديكي شوية معلومات تساعدك أوعي تفتكر أن أنت يعني عندك خلل في البيت أو في خلل في شخصيتك أن أنت مش عرفة تربي زي ما الدكاترة دول بيقوله لأن أنا أنا زيك أنا ما بسمع الكلام ده إيه دا هو إحنا ربينا غلط إيه اللي إحنا عملنا دا لا 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 إحنا بس بنديكي شوية حاجات زيادة يمكن تنفعك يمكن تفيدك وإنتي بتربي ولادك خلينا نروح بقى لللايف كوتش كريمان ماهر عشان نتكلم معها عن الاختيارات الغلط اللي بتدمر حياتنا على رأي النجم أحمد سعد خليكم معنا ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا للستوديو ونبتدي موضوع حلقتنا اللي بنتكلم في النهار دا اللي هو اختياراتي اختياراتي مدمر حياتي يا أغنية بس حي لو إحنا بقى بصينا من وراء الكواليس حلاني الأغنية دي أثرت فينا جدا أثرت فينا بشكل غريب ومخيف مفيش عربية ماشية في الساحل في اسكندرية في أي مكان غيرهم شغالة الأغنية الستات بتغنيها والإف إيه بقى إن الرجالة كمان بتغنيها طب الستات قلنا اخترت غلط طبوا الرجالة برضو بيختاروا غلط نقول آه لإن اللي اختارت غلط دا يعني ست وراجل الراجل يختار ممكن ست غلط الراجل يختار زوجة غلط وتبقى أم غلط لأم عياله ونفس الحكاية الستة لازم تعرف تختار صح كل مشاكلنا بتروح في الآخر نلف في اللف في اللف في دايرة العذاب والمعاناة وفي الآخر يطلع حد يقولك إيه إنتي اختارتي غلط فتلاقي فجأة بعد كل الطفان والعياد بعمل وعمل وعمل يزدموك بكلمة واحدة بس ما انتي اختارتي غلط ما كانش شبهك على فكر ولا كان ينفعلك طب أنا أعرف إزاي إذا لو هو لا شبهي ولا ينفعني وهتعذب بعد الجوازة دي أو اختياري دا هيجيب لي مشاكل كتير في حياتي طب أنا بعرف اختار؟ هل أنا سألت نفسي في المراية قبل كده أنت كبنت كست بتعرفي تختاري؟ طب بتختاري بناءنا على إيه؟ إحنا النهاردة هنقولك إزاي تعرفي تختاري لأن الاختيار يخلي حياتك حلوة يخلي حياتك جحيم وتفضل يتغني الأغنية 24 ساعة اختياراتي مدمرة حياتي كريمان ماهر اللايف كوتش إزاي كريمان؟ الحمد لله إيه المقدمة جميلة حبيبي تقلبي من العمق أيوة يعني أتكلم الكلام من العمق طبعا اختياراتي مدمرة حياتي وحتى الأغنية فيها كلام جميل اللي يقولك مغناطيس لناس عجيبة ليه؟ حقيقي قوي يعني هل إحنا فعلا بنبقى يعني أتراكت أو بنجذب الكائنات الغريبة العجيبة وليه برضو؟ حقيقي جدا من الحاجات اللي إحنا فاهمناها غلط في الدنيا إن إحنا حياتنا معتمدة على السيتيويشنز اللي إحنا بنعيشة أو على ظروفنا بس الحقيقة إنه حياتنا معتمدة على قراراتنا قراراتنا أنا عايشة حياة بالضبط أنا عايشة حياة مبسوطة فيها وسعيدة واللي عايشة حياة مش طيقاها ده اتبنى على القرار يعني افتكري كده معي من خمس أو من عشر سنين لو كنتي خدت قرار مختلف كان زمانك دلوقتي عايشة حياة مختلفة تماما أيو بس الدكتور النفسي تنهيدة دي بس شفت التنهيدة دي لأننا حياتي كلها في حلقات اجتماعية ونفسية الدكتور النفسي بيقول إيه وحاديك لايف كوتش ودائما إنه لايف كوتش ودكتور نفسي إحنا بصي رواندا تشيك يا دا يا دا يقولك عشان تخرج من الأوفرسينكين في حياتك لازم تخرج من حتة الندم فأنا اخترت غلط آه اخترت غلط بس أنا هفضل أندم طول عمري إن أنا اخترت غلط بأنا مش عايش حياة طحف اللي انت قلت إيه دا هايل في نظرية بتقول إن لو رجع بيه الزمن في نفس الوقت بنفس وعي كنت هعمل نفس وكنت هيخد نفس القرار اختر نفس الاختيار شكرا ايوان فالندم ملوش لازمة هنا هو اللي لي لازمة إني أتعلم بقى من اللي حصل طيب بما إني بنقول اختيرات غلط أنا المفروض أختاري زي أعرف نفسي كلمة السر أعرف نفسي أعرف قيمي أعرف أولوياتي هو أنا عايزة إيه مدوني عايزة بقى مبسوطة أعرفة بقى اللي مدمر حياتنا إيه مش القرار قد ما اللي بيحصل حوالينا ساعات لو خدت بالك هتلاقيني فيه قرارات خطية في حياتك ما كانتش قراراتك آه كانت معتمدة على علم الماركتنج اللي مدمرنا دولاتي كم مرة اشتريت الحاجة ما كنتوش محتاجاة كتير شكرا وافتحي الدولاب أزعل شكرا أزعل على كم من الفلوس اللي مرميه في الدولاب اللي هو كل لبس ده ما بيتلبس طب انتي مجنونة ولاي يعني ليه شارية الحاجة دي كلها هم بيدوروا على حدود نحنا كبنى قدمين فين ويبتدي يلعب على ده فتلاقي نفسك بتجيبي حاجات انت مشايزة تجيبيها بتاخذيك قرارات في حياتك انت مشايزة تاخذيها مثلا بسبب الضغط الاجتماعي أو المجتمعي زي ما قلت كده الجواز أدخل ولادي أنهي مدارس اختياراتي مبنية على ايه ساعات لما باخد خطوة الورا باكتشف ان اختياراتي مبنية على ضغط خارجي ومش ده لأنا عايزيه وعارفة بقى المشكلة فين بتعملي مجهود رهيب جدا عشان توصالي لده وأول ما توصالي تكتشفي انه ايه ده ما فيش حاجة ده غيرت انا ايه في فين السعادة الرهيبة اللي انا كنت متخيليها لما اخد القرار ده بوسي كريمان خلاني الكلام بصراحة وانتي عارفاني ان انا انا بقى ايوة انا ما بقى جميلش انا دايما طول وقت لما حد بييجي قصي كلمة انت اخترت غلط دي قد ايه بتوجع يعني تعالي لأي ستة منفصلة او في جرح او لسه متخانة او لسه متسابة او لسه مجروحة تروح ايلا لا ايه على فكرة انت اخترت غلط يعني عارفت حسنين الاضافة في جلطة جات لك كده لمدة التلات ثواني اللي هو عايزة دافع ان انا ما اخترتش غلط عايزة اقول لهم لا ده كان بيعيط عشان يكلمني ده كان بيجري ورايا 24 ساعة تبي عايزة تدافع عن نفسك لا انا كنت يعني هو ما كانش كده وانا ما كنتش كده يعني فهمهم لكن انا انا اريزة اقول الحاجة الحب ده بجد انا بجد نظري كايمان يعني الحب ده ما فيهوش اختيار انا وقولي لي انت غلط خلي بيك انا مستنكت ولي انت غلط بس الحب اعمى بجد يعني انت لما بتقعي وتحبي استحالة انا بقعد بالورقة والقلم واختار فيه ايه حلو فيه انا حبته وخلاص زي ما هو كده يعني الاختيارات دي بتيجي انا بحس ان انا بختار لما مكونش فيه حب يعني بقعد اختار بقى على رواقع ايه على رواقع كده نختار لكن انا شفت واحد حرك مشاعري حرك قلبي اتدبيت حبيت بعد فترة بقى بعد المشاكل بتبتدي بقى عيوبه لكن اقنعيني ازاي دي تيجي مع دي شفت انت قلت ايه حرك مشاعري اول ما مشاعري بتتحرك مفيش حاجة هنعرف نعملها فكلامك صح من اول ما مشاعرك بتتحرك مفيش اي حاجة هنعرف نعملها خلاص انتهى الموضوع في شلل رؤية فعشان كده احنا بنحاول ان احنا من قبل ما المشاعر تتحرك من اول قادة نبقى احنا عارفين نفسنا انا عارفة نمين وعارفة انا عايزة ايه في حياتي فانا زي ما بنقول وقفة على ارض صلبة انا عارفة نمين انا عارفة انا عايزة ايه انا عارفة اولوياتي ايه انا عارفة ايه اللي مهم بالنسبة لي في حياتي وعارفة إيه اللي أنا ما عنديش استعداد إني أتقبله في الشخص فقبل ما المشاعر تتحرك إيه اللي بيحصل عملية فلترة عارفة إلا هو لا الشخص ده مش هينفق كلنا فينا عيوب مفيش حد كامل عشان بس أوضح كلامي بس لما ببقى عارفة إيه اللي ما عنديش استعداد أتقبله بيبقى في حاجات تانية عيوب تانية بتظهر أنا بالنسبة لي تمام لأن فيه جزء كبير خلاص الأساسيات أو الخطوط الحمراء زي ما بنقول مش موجودة طب أنا راهنك يا كريمان إن لو إحنا بنتكلم على ميد بنت دلوقتي وإحنا بنتكلم تسعين بنت منهم هي مش عارفة هي تختار إزاي أو إحتياجتها في الاختير بالضبط هي دي مشكلتنا على فكرة ودي مشكلة كبيرة جداً الناس ما تاخدش بالها منها إن أنا أصلاً مش عارفني أنا كبرت كده أنا بقولك الأغاني اللي بتسمع معينا هي تبقى حقيقية قوي أنا فعلاً مبقاش عارفني أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة وده حصل معي على فكرة أنا قصتي ابتدت من وإن عندي 28 سنة كنت عيشة طول حياتي بجري لحد ما وصل 21 سنة وصلت بقى 21 سنة ما عرفش إيلا حصل صحيت من نوم 28 سنة ببصت لقيت أطفال وبيت وفي بلد غريبة وبنتي داخلة بتقول لي مامي بقول لي مامي مين حبيب ده أنت ده قصتي ده قصتي جزيحية وابتديت رحلة جديدة من 28 لحد دلوقتي أنا 33 ابتديت رحلة جديدة فيها بكتشف نفسي لأ هو أنا مين هو أنا جيت هنا إزاي يمكن تسدقى عشان كده في حالات طلاق كتير جدا طبعا البنت بتتليها أول ما تتجوز تخلف وتردعه مدارس وتعليمه فجأة ممكن تلاقي طلاق بعد عشر سنين جواز بتقول لها إيه وتيجي بقى إيه طب ما كنت تتلقتي يا بنتي من الأول قبل ما تخلي في منه مدام مش عاجب تقولي أنا كنت ساعتها غير دلوقتي صح يعني أنا كنتش فاهمة مش ده الراجل اللي أنا أقدر أكمل معاه بعد كده صح بيعمل وبيعمل وبيعمل ففعلا فجأة فجأة بتصحي من النوم أنت هو أنا أنا مش الشخصية اللي أنا عايشة بها دي بالضبط هي طبعا أنا مش عايزة عمم الفكرة أنه في الآخر تيجي دايما انطلاق لا خالص أنا لما بيخد خطوة الورا وافهمني واشوف يعني أنا سبب من أسباب مثلا التطور في قصتي كان أن أنا وصلت المرحلة أنا وجوزي تطور ودماغه وطموح جدا وأنا وقفت عند حتة ما بقيتش فاهمة وبيقول إيه صح فطريت أخد خطوة الورا وابتدي شوف أنا مين واشتغل أنا على نفسي عشان إيه أبتدي أطلع بالفكري معه فنرجع نعرف نتكلم مع بعض حد نصحك بكده ولا أنت اللي انتفضت لوحدك لا أنا بصراحة انتفضت لوحدك بس تبتديت تعمل ريسورش لا لأن المعلومة دي مش عندنا قوي في المجتمع مع حتة إن انت تبتدي تشتغلي إن انت دماغك دي ما تقفش دي مش عندنا قوي في المجتمع فإحنا بنستسهل مع الوقت وفجأة تلاقي نفسك تايها طب رحلة الوصول إلى النفس خدت فيها قد إيه ووصلتي فعلا لكريمان الحقيقية أنا عايزة إيه وعايش حياتي إزاي وصلت إيه لزاي عشان عرف الموضوع ده صعب يعني بوسي هي طبعا الرحلة لو مش تيها لوحدك بتاخد وقت طويل عشان كده إحنا بيبقى عندنا برو جرمز بتساعدك إن انت لأ نصرع الرحلة لإن خلاص إحنا جايين من هناك لا فيش وقت خلاص فإحنا عارفين وإحنا جايين من هناك يعني أنا خلاص عملتها لو أنا عملتها في أربع سنين أنا أقدر أخليكي تعميها في سنة أيها ليه لإن خلاص بقنا عارفين الطريق بتتمشي إزاي لا بس إحنا نقف بقى أنت عارفين الطريق والستة دي جاي من هناك وإحنا ما عندناش وقت نحرق وقت كتير عشان العمر بيجري العمر بيجري فهنقف عند الحتة دي إزاي أتعرف على نفسي صح عشان أختار صح عشان ما تبقاش اختياراتي ومدمرها حقيقتي فاصل وهنرجع لكم عرض إزاي أعرف نفسي عشان أعرف أختار اللي هيعاشرني حياتي كلها اللي هقضي معه عمري كله إزاي أعرف نفسي عشان أبقى مبسوطة وسعيدة حتى لو من غير راجل في حياتي يعني أنا مرتبطتش أنا برضو لازم أعرف نفسي عشان أعرف أبقى مبسوطة وسعيدة وبعيش حياتي وأنا راضية كريمان ندخل على طولة على الطريق طريق السفر اللي هو إيه الوصول إلى النفس عمالتي إيه بقى تابس كده بسرعة بصي أول حاجة هي أن احنا بنعرف أنت نقط قوتك فين إيه الحاجات اللي انت شطرة فيها الحاجات اللي انت بايدفولت كده عرفتي تعمليها نجحتي فيها في حياتك وما كنتش قوي متعلميها عارفوا الحاجات دي بتفرق قوي وبنمتدي بقى نخش في رحلة عمق رهيبة أفهم إيه قيمك يعني من الأسئلة مثلا بسألها وتضيفي البروغرام زعادة ده بصي ده حاجة إكسكلوزيف ليكي أيوة إكسكلوزيف ليكي هم فاكرينهم بإيه يعني عرفة كان الفيلم بتاع مين كان أيوة افتكرت إكسي لارج بتاع أحمد حلمي أيوة نجم الجميلة حين فاكرة كان في العزة كان كاتب لها ورقة حلوة يس بالضبط هي الورقة دي فالسؤال هنا تحبي ناس تفتكرك بإيه يعني عارفة ده من الأسئلة القوية جدا اللي بتخلي الشخص يبتدي فعلا يتطش قيمه الحقيقة وقيمه هو ما أسعى لتحقيقه في حياتي الحالة التي أسعى لتحقيقها في حياتي يعني أنت عادتي مع نفسك وقلتي أنا يعني بعد عمر طويل لما أتوفى الناس هتفتكرني بإيه؟ أنا عايزة الناس تفتكرني بإيه إذا وفرقت معاك الحقيقة طبعا طبعا وبتفرق يعني خليه بيك أنا دلوقتي في برنامج فأنت إيه يعني بس لما بتخشي معينا بقى في البروجرام بتاعنا في المود وبتبتدي تتفكري فعلا اللي هو هو أنا أصلا بعمل كل أنا بعمله ده ليه ده أنا طول النهار لولادي أرفاهم بكرة لما موت هتعرفوا إمتي بكرة لما بقاش موجودة هتشوفوا إيه هيحصل لكم طبعا بحقيقة بحقيقة على فكرة ما هو بيزد على أنت بتعملي إيه مع ولادك تتوقعي هيفتكروكي لما يجوا يفتكرو إيمان هيقولوا إيمان كات إيه أتمنى أن هم يفتكروك إيمان بإيه عارفة؟ ده يفرق في التصرفات سدها غير الأتيتود بتاعي لأن هم هيفتكرو في حاجات بتتكسر في البيت هيفتكرو حاجات إيمان هيفتكرو حاجات إيمان عيدوني يعني موسي يقولك الحمد للبيت بقى هادي مش حاجات بتتكسر في البيت طيب دي نقطة أنا دايما أحب أهزر بس هي دي نقطة رحلة حاجة فيك إنك حقيقية ده اللي احنا بنستعالية على فكرة يعني في رحلة أني أكتشف نفسي هي رحلة أن أنا أعيش على حقيقتي بجد لأنه أكتر المشاعر اللي بتبقى مكبوتة جوانا هي محاولة إخفاء حقيقتي صح محاولة إخفاء أنامين عشان أتقبل من المجتمع اللي حوالي صح فأول ما ببتدي أعرفني وبتصالح مع نفسي ببين على حقيقتي ببقى مرتاحة ببقى مرتاحة مع أي حاجة هتحصل حتى لما القرار بتغضيه وإنتي عارفة أنه القرار غلط بتغطي تتحكي صح أنا اللي عملت في نفسي كده على فكرة حاش عمل فيه كده حي فيوم ما هيجي حد يقولك أنت خدت القرار غلط هتغطي تتحكي أوه تعالي أقولك بقى أنا عملتها إزاي لا أنا قلوم تعالي أقولك أنا تفننت في الغلط إزاي في إزاي منطقته أه قلوم ده مصر كلها قالوا لي بلاش قلوم لأ أبدا أنا عيشت تجربة بنفسي بنفسي فلما تقعي تتحكي هيبقى الموضوع آه طبيعي إن إحنا بنزعل بس الموضوع بجد هيبقى كوميدي بس هيبقى فيه نقطة هنا مهمة قوي حصل أتعلمت الدرس لأنه خلي بالك إحنا بنقع في غلطة مهمة قوي لما بنيجي نغلط بنقول إيه هو عمل فيه آه والكوكب عمل فيه آه وعشان كذا إحنا ملايكة ده غير قابل للتغيير أهو ده مشكلة لأن ده غير قابل للتغيير أنا هنا ما بقيتش متحكمة في حياتي تماما خلاص هو الكوكب هو اللي بيعمل أنا ما بعينش آه تسادي بنقع في المطب ده لأن خلينا بجد أن يدخل تاني في العمق بنقع في المطب ده أنا كستة مثلا لما فعلا بختار غلط وبيحصل لي مشكلة آه زمان غير دلوقتي يعني زمان كنت عادت حكا عن نفسي أقول لها ليه ما هو كذا وهم اللي أنا لأ أنا أنا عملت كويس زي اللي متحر أنا عملت كويس وذكرت لكن دلوقتي بقيت أقول إيه لأ مع أنا برضو أنا ما تعلمتش يعني إيه وأنت ما تعلمتيش بقى يعني ما ينفعش تدي عطاء قوي ما ينفعش يعني بتديت أحط بقى إيه ما ينفعش كنت أعمل كذا وما ينفعش كنت أعمل كذا للموقف عشان أفهم إيه اللي ممكن يتعمل بشكل مختلف فلو أنا بقابل كل مرة نفس الشخص بنفس العادات بنفس المنظر يبقى في حاجة غلط أكيد يبقى أنا بعمل حاجة باجزب بيها هزا النوع من الأشخاص آه صح إيه بقى اللي أنا بعملهم ساعات كتيرة قوي بقى حطة ماسكة معين عشان المجتمع اللي حولها يتقبلني صح بس المسكة ده بيجزب شخص ومش ده الحقيقة اللي جوال أنا عايزاه آه هو الشخص بتاع المسكة اللي جاي بالزبط جاي عشان المسكة ده عشان المسكة ده بس ده مش أنا فأبتدي تفجأ في النص إنه لا هو مش نافع طب واسيبه وقابل حد تاني نفس القصة طب شلت المسكة وبقيت على حقيقتي بس هيجي لي بقى اللي شبهي آه بس قبل ما يجي لي اللي شبهي وأنا ماشية هيبتدي يقع مني ناس كتيرة قوي ده علامة صحية عشان الناس بتبانك يقولك أنا طيب تخسر اللي حوالي لا لا ده علامة صحية جدا ده بنسميه ساتر ربنا ده ربنا كده بيحميني لإنه بيعمل إيه أنا صدقت نفسي وتحرقت بيقين إنه ربنا هيفضل في ظهري بس خلاص بيبتدي يبعد هو عني الناس اللي مش شبهي سح بيكون بقى ساعات فيه عشرة وساعات فيه ناس عرفها تلاقيهم متغيروا معلش هنزعل عليهم بس الحقيقي هو أنت فطول ما أنت بترجعي تقفي مع نفسك وترجعي توصلي للحقيقي اللي في قلبك وتبي تأخذي خطوات له قدام هتلاقي بقى اللي شبهك قدام هتلاقي الشخص ده فن الاختيار ده مهارة يعني بلاقي ناس نصحة وتعرف تختار وتلاقي ده من اختياراتها تمام ستتي أروبة تختار صحة وتقيلة كده وتعرف تاخد قرار وعلى فكرة اللي بيختار صح بياخد قرارات في حياته صح فدي مهارة يعني دي بالفطرة يعني أنا ولا عملي اخترت صح في حياتي هاي يعني غير في شغلي يعني الحمد لله مهنية تمام أنا شطرة مهنية لكن حقيقة يعني أنا جيت في وقت ملوات قلت أنا ما عنديش المهارة دي هل دي بجد يا كريمان مهارة ولا تربية ولا لازم أتعلم أخطار ازاي يعني قولي لنا ايه الدنيا راح في فرق ما بين الفطرة أنا تولدت كده وما بين المهارة أي مهارة نقدر أتعلمها فهي طبعا المهارة لأن نقدر أتعلمها بس خليس أجل بقى سؤال عشان تساجلتني كده يا الله أنا جاهزة أنا جاهزة يعني ايه القرار غلط مين اللي بيقول ان هو غلط أنا شكرا أنا اللي بقول غلط شكرا شكرا ففي الآخر الموضوع رجالي أنا على فكرة مش رجأ أي حد بره هيجي يقولي ده قرار غلط على فكرة أنا عمري ما كنت هتطور ولا هكبر ولا هتعلم الدرس ده غير عشان أنا خدت القرار ده صح أنا لما الناس كانت تقولي ده قرار غلط ما كنتش ما بسمعش وعيندية اللي هو لا لا أنا شايف أنه قرار صح لكن إن أنا وصلت المرحلة عمرية وفكريا إن أنا أقولي إيمان من جوه إيمان إنتي اختارتي غلط فأنا بتيتهدى يعني أنا محبش الناس تقولها لي أنا أقولها لنفسي باختناعة يعني أرجع كده أنا ونفسي كده وشريت الزكريات كلها خزان الأحزان وابتدي أكتب فأنا بقرر خلاص أنا إيمان مختار من جوايا بقول لا أنا إنتي اختارتي غلط فخلاص تمام اللي جاي أحلى يعني لكن لما الناس بتقول اختياري غلط على فكرة أنا بحس إن بيدخلوهم بالدوامة من جديد طبعا صح أو لا طبعا وحتى أنا لما بقولي نفسي اختياري غلط ما أنا بعمل إيم أنا بلوم نفسي طب وبعدين اللوم هيودينا فين فأنا ممكن أكون بقول ما كانش قرار مناسب أيوه يعني حتى استخدام اللغة بيفرق في المشاعر اللي أنا بعيش بي ما كانش قرار مناسب اتعلمت منه حاجة اتعلمت منه واحد اتنين ثلاثة فتبتدي الواجع ده يفك أيوه عارفة لكن غلط صح ما إحنا لسه بتتكلمين عن التربية الإيجابية بيقولك ليه قالوم نفسي واضع أجلت في نفسي وإحنا أصلا متربين التربية بتاعت انت غلطت انت عمل فمحتاجيننا نكون متعاطفين مع نفسنا أكتر شوية إنه ما كانش قرار مناسب نرحم نفسنا الرحمة بنفسنا احنا الأول قبل ما نرحم الناس نرحم نفسنا أنا بحس كده عادي يعني الحياة الناس الحواليها أنا بلاقي لما بلاقي بيت الأم فيه زكية وشطرة البنت بتطلع زيها يعني تلاقي الأم كده صاح بتقرار في البيت وبزكاء مش كده يعني ديكتاتورية بتلاقيها متعلمة تعليم تمام وليها رأي وبتعرف تختار صح فبحس ان هي نكحة وبتخلي بنتها زيها انت موافقاني أو لا وبيبقى فيه عوامل في الاختيار الصح هنقول ده بعد ما ننزل نشوف الناس قالت ايه في الشارع ثلاثة ربع القرارات كويسة الحمد لله بس يعني يا الدنيا مش كده ومش كده فيه قرارات كتير واحد بياخدها بيندم عليها يعني أنا مش شخصيات المترددة بتاخدش القرار على طول بس يوم ما باخد القرار ما برجعش فيه خلاص يعني ببواسك في قراراتي شوية بسراحة ما ندومش على القرار لانه ما تعمل ما تعمل ده من القراراتي ممكن انا يعني اخد قرار يعني الحياة ما تساعدنيش فيه ان انا اكمل في القرار ده مادياً معنوياً نفسياً والناس بوشرة اللي حوالينا بيساعدش حد انه يكمل في قرارنا فيه قرارات اكيد بتكون صح بس ده بنعرفه بعدين لما بتكوني بتاخد القرار في وقته مش بتكوني عارفة اجلز ده من بقلبي واريك القرار بتاعيك صح ولا غلط انا الحمدلله كل قراراتي خدتها وما ندمتش عليها لأ بشكل عام باخد قراراتي صح وفي الغالب بسيبها على الله يعني دايماً انا اسيب نفسي كده للظروف المتاحة وليمشي كده يبقى حلو ان شاء الله وفي الغالب ما بقى ندمش الحمدلله كرار انا خدت وندمت عليه ان انا جوزت ابني وقفت جنبه في جوزته هو ده الاكبر غلط واكبر ندم اللي انا ندمت عليه بحاول لأنا اخد قرارات صح مش مش بلا انا باخد تجربة يعني ايم او لأنا باخد الخطوة بالسهل يعني لازم ان بفكر فيها كزا مرة قبل ما اخد الخطوة يعني الحمدلله كل القرارات الحمدلله ربنا بيوفقني فيها الحمدلله يعني بقى بحاول صال الاستخارة قبل اي قرار ليا والحمدلله ربنا بيعيني على القرار اللي انا باخده الحمدلله هو فيه قراراتي وقتها بتكون صح انما بعد كده مثلا زي ترجم التعليم البادلي ده ندم تعليم ندمت ان انا دخلت كلية صيدالة علشان بس اهلي كانوا اعايزين كده كنت شغال في مجال الكهرباء وشغال في حاليا وانا جاي من الشغلة دلوقتي بس انا كنت حابب اشتغل في مجال المساحة وكده بس ماكملتش يعني اخدت دخلت المعهد واتدربت وكده بس ماكملتش فاندمت يعني ما ماكملتش حاسا انا ما ابتديتش حياتي المهنية صح كان ممكن ااخد كرير مختلف انا بعد بس ما اتخرجت جوزت على طول وابتدينا حياتي في حاجة ممكن تكون يعني انا اوفر اكتف ممكن كنت اشتغل في حاجة تانية تديني بوضجت احسن من اللي انا في هذا الوقت القرار اللي انا اخدته اندمت عليه ان انا ربتولازي تربية ايجابية علشان حسستهم قوي ان انا صحبتهم ومعاهم بقى ومفيش يعني فكرة ان الام يعني يتكلموا بحساب وعملوا وبعدين بقى في الاخر لما ما شاء الله تقولوا اطول مننا بقى لما زماما دي صحبتنا مفيش اي مشكلة خالص 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 طبعا انا بموت جدا في كلام الناس اللي معها واللي دا يقولك لا انا حياتي انا حياتي رايحة كلها انا دايما بختار غلط عشان كده الحلقة معمولة لكل الشباب اللي بيفكروا بالطريقة دي لسه معانا اللايف كوتش كريمان ماهر كريمان عايزين بقى رشتة كاملة كده يعني صفحة كبيرة كده بس الاولى هتردي علي ايه انا فعلا لما بتشوفي ام انا خاصة مش عايز عايزة كلامي تاني الام النصحة الشطرة دي بتطلع بنتها زيها؟ حتى في الفيلد بتاعنا يقال انه شغلانتنا على فكرة اه قد تبدو جديدة للناس اللايف كوتش بس هي قديمة قوي من قديم الزمن مع الامهات الامهات اللي بتعرف تسأل ولادها الاسئلة اللي تساعدهم يبقوا تساعدهم يشوفهم عايزين ياملوه في حياتهم يعرفوا نفسهم فالسر هنا في الكلام اللي انتي قلت انها بتساعد بنتها تبقى عارفة نفسها كويس فالقرار بيبقى نابع عن ايه؟ اقتناع بيبقى نابع عن انا عايزة ايه؟ يعني الام الشطرة لازم تعلم نفسها عشان تطلع بنتها تعف تختاروه طبعا 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 وهي بتبقى مشت الطريق انا عارفة ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنخليش ولادنا يقعوا في اللفس الغلطات بنحاول بس شيئنا أباينا هم لازم يقعوا عشان يتعلموا بس احنا ساعات بنطلع عقدنا العقد كلها اللي احنا شفناها في حياتنا تعملش كده عشان هيعمل كده تعملش كده معافش ممكن يعيني الولد مش هيعمل كده اصلا اللي هي مرتبطة بيبنتها مثلا حقيقة فلكن احنا مشكلتنا برضو يا جماعة بنصب كل العقد والكلاكية اللي شفناها في حياة ولادنا وده مش مطلوب حقيقة عشان كده محداك تبقى دايماً صيغة الكلام مع البنت مثلاً او الطفل او واتفر في الاسئلة واحد او دين تلايات انت شايف انت عايزة تعملي ايه وقال انت قائد وساعد اساداتة عواجهي ده ولا لا اجل اراد عليك الممالي ساعداني قول انت غيري ولمليك داعو خلاص خلاص بس هنا بقى situation اللي هيحصل بعد كده ايه انو انا اللي اخترت بناء على اللي كان مهم بالنسبيلي في حياتي ان دي اولوية مثلا او ان انا كنت عايزة ده تبس اا تبس كريمان احنا نارده حاجزين كشف حبيب بصي مين هي بجد يعني الفايصل إني أعرف نفسي إني بجد أسعى إني أشتغل إني أعرف نفسي أنا عارفة إنه تطوير الزيت أو شغل تنمية الزيت فكرتها دايماً بتبقى أن دي حاجة لوججري أو حاجة أكسترا إنا عايزين نخرج ونتفسح ورفاهيات بس حقيقي قرار ممكن يغير حياتك لو بنيت القرار على أنا عايزة أبقى مين خلي بالك أنا ما قولش أنا مين أنا عايزة أكون مين وعايزة أعيش حياتي عاملة إزاي بالقرار واحد تقدر يتعيش حياة مختلفة تماماً فتبس أعرف نقط قوتي أعرف قيمي إيه اللي مهم بالنسبة لي في حياتي أرتب على أساسها أولوياتي أحدد هويتي أنا عايزة أكون مين وعايزة الناس تفتكرني بإيه دوري في الدنيا هيبقى إيه حتى لو عن طريق شغلي عن طريق الهوياتي عن طريق إني أبقى بس عايش حياتي بسعى إني عيش بمشاعر أحلى فلهم الناس اللي حوالاي إنهم كمان يبقوا كده لأن شيء يامبايتي كل حاجة يتعامل ليها كونتيجيوس 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 What's meaning التي تعدل حواليكي الفتكري واحدة من صحباتك روحها حلوة كده أولا بتخش المكان كده بتحيس كلنا طاقتنا كده بقيت طاقت المكان بقيت حالوة عارفة؟ لا أنا كده مع صحاب بس خلاص يريد بشأننا ما بنتحكش غير لما بتيجي أنت باشي عطريس صحة أنت باشي أنا كمان كميلة تمام أنا تمام أنا تمام كريمان بشكرت جداً موجودك معينا وإن شاء الله نعمل حلقات أكتر وأكتر توعية للبنات وتوعية للستات لأن الساحات زي إمتي قلت كده هي تركة بسيطة لو وصلنا لها بتفكيرنا بتغير حياتنا وإحنا اليومين دول والسنين اللي إحنا عايشين فيها في الزمن ده هي كلها لعب في التفكير بسوك كلها تركز في أن نفكر إزاي صح في أن أنا أختار إزاي صح في أن أنا معرفش إيه يعني هي كلها تفكير في تفكير صح وتعيدني أشوف الفرص اللي تخليني حقق اللي أنا عايزة في حياتي بالضبط جاء وإن شاء الله الحلقة الجاهز إزاي اختاري بفرصة صح فرصة صح ومش سيئة وبعدين يقولك إيه بقى إراد حظ ولا فدان شطار لا دي خليها حلقة بقى دي حلقة لوحدية مشكورة جداً الكريمين نورتيني مشاهدينا خلصة حلقتنا وعايزة أقول أنا ابتدتها بأغنية وأنا بدان دل لحمة سعد اختياراتي مدمرة حياتي بس لو اخترنا صح حياتنا مش هتبقى مفيش أحلى من كده شوفكم الحلقة الجاهة على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة